الناس لا تريدوا معرفة الحقيقة لماذا؟ لأنها تخشى من أن تتحطم أوهامها هذه العبارة اشتهرت كثيرا وقيلت على لسان ديستافسكي الروائي الروسي العظيم وأيضا قيلت على لسان فريتريك نيشة وأيضا هناك إشارات قوية قالت بأنها المقولة للروائي والصحفي الأمريكي مارك توين وأيضا رواية أخرى تقول بأنها الكاتب أمريكي آخر اسمه لورنس بلوك المهم هذه الرواية هذه المقولة منتشرة بشكل واسع جدا لكن أقل ما نجد من حلل مضمون هذه الرواية والتي أرى أنها رواية أو مقولة انقلابية يعني تصف الحقيقة باسم الوهم وتصف الوهم باسم الحقيقة وبحجة الحقيقة فكيف؟ كونوا معي السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته معرفة الحقيقة هي مسألة شائكة جدا وغالبا ما يحاول الكثيرون تفسير كل النظريات أو المؤتقدات الإنسانية بحجة أن الإنسان يريد أو هدفه معرفة الحقيقة هناك النظريات كثيرة تقول بأن الإنسان دائما يتسال ويضع الأسئلة وأنه طالما حاول تقديم الإجابات وبعد أن يقدم هذه الإجابات يحاول أن يقول أو يؤمن بها ويصر على صحتها بل ويقول في بعض الحالات أنها أتته بإلهام من السماء وجعلت من بعض هؤلاء أنبياء ورسل وصحابة وما إلى ذلك والسؤال هل هناك حقيقة فعلا؟ وهل هناك وهم فعلا؟ هذا السؤال يجب أن نسأله قبل كل شيء آخر بالتالي عندما نقول أن الناس لا تريد معرفة الحقيقة فبالضرورة نحن نحاول أن نصف حقيقة نريد فرضها بإسم الحقيقة وهذا مسألة مفروغ منها لا أعتقد أن هناك شك في أن كل من يحاول أن يفرض حقيقة ما هو بالضرورة يفرض وهم ما فبالتالي عندما نقول أن الناس لا تريد معرفة الحقيقة فبالتالي نحن بالوقت نفسه ننكر وجود حقيقة وأيضا نعترف بوجود حقيقة فهذا مفهوم متداخل صعب أن نطلع من عنده بنتيجة فما الحل؟ الحل أنا برأيي أنه نعيد ترتيب المقولة ونفصل بين المواقف كلها قلت في البداية أن هناك فكرة بوجود حقيقة وأن الإنسان يسعى لهذه الحقيقة أنا بحكم تجربتي ومتابعتي الشديدة لقضايا المتعلقة بالإيمان وقضايا المتعلقة بالأديان وكل ما يدور حول الأفكار والعقائد وجدت بأن هناك وهم اسمه وهم الحقيقة فعندما يقول كاتب عظيم وكبير مثل ديستوفسكي هذه المقولة أو نيسا مفلسوف كبير فبالتالي هذا يعني بأنهم يعتقدون بأن هم عندما يريدون أن يقولون شيئا يقولون بهدف معرفة الحقيقة أو الكشف عن الحقيقة ما معنى آخر أنهم يتهمون الناس ضمنا بأنهم لا يريدون معرفة الحقيقة ولكن لكي لا خشة على أوهامهم لكنهم في الحقيقة نفسها وهنا أكرر سلمة حقيقة في الحقيقة نفسها هي أنهم يعرفون أن هناك حقيقة لكنهم يتهربون من مواجهتها الأمر أنا في رأيي ليس هكذا أنه عندما أنت تكون كاتب وتعتقد بأنك مجغول بمسألة البعث عن الحقيقة فهذا لا يعني أن الجميع يبحث عن الحقيقة مثلك هذا افتراض مصادرة على المطلوب كما يقال وليس بالضرورة أن الإنسان أو الناس عموما يبحثون عن الحقيقة بل ليس بالضرورة أن تكون شغلهم الشاغل كما هو شغل الشاغل للفلاسفة ومن المفكرين الشغل الشاغل للناس كما تبين لي وبعد أن تسألت كثير قدرت الأسئلة كثيرة أن لماذا الناس تتصرف بهذه الطريقة؟ لماذا يعتقدون ويؤمنون بأشياء واضح أنها وهمية وواضح أنها خرافية ولا أساسة ولا أصل لها لا منطقا ولا واقعا فعندما يفترض وجود جن وجان وملائكة فبالتالي وهذا يعني نصف البشرية يؤمن بهذه المسألة من مسيحيين ومسلمين فهؤلاء يؤمنون بوجود هذه الكائنات وهي لا وجود لها على عرض الواقع ولا وجود لها على يعني بالتحليلات المختبرية ولا وجود لها حتى بأي طريقة عقلانية منطقية يعني بالتحليل منطقي تحليل عقلاني لن تجد لها أي أثر وحتى على أرض الواقع بشكل ملموس يعني لا نجد أحدا تأجعنا يوم من الأيام وقال الآن أعثرت التقطص للملاك مثلا ميكائيل أو سرافيل أو غيرهم فبالتالي هذا الشيء غير موجود لحد الآن ومع هذا الناس تصدق بوجودهم من هنا أستنتج بأن الناس ليس بالضرورة من الباحثين عن الحقيقة بل وليس من الذين يفكرون بها أو تكون محطة اهتمامهم هذا وأيضا إضافة لهذا ليس بالضرورة أن يكون هناك من المفكرين والفلاسفة من تكون الحقيقة شغله الشاغل على العكس أنا عندما أبحث عندما أقرأ للغزالي الإمام الغزالي مثلا هو من يعتبر من الفلاسفة الكبار لكنني عندما أكتشف بأنه هو يحاول أن يؤكد على حقائق معينة بأن هناك حقيقة إلهية هناك دين حقيقي هناك أشياء حدثت بشكل لا دليل له ولا منطق عقلاني يؤكد وجوده وحقيقته العيانية أو الملموسة فأنا بصراحة أشك في الأمر تماما أقول هل يؤقل أن هذا العقل الكبير لا يمكن أن يدرك عدم وجود أي دليل ملموس على وجود الله مثلا وكيف يؤمن بالله وكيف يجد المبررات وكيف يصرف زمنا طويلا من وقته لكي يثبت أن الأسباب ليست بالضرورة مسألة قابلة لأن تكون حقيقية يعني عندما نرى الشمس تظهر من الشرق فهذا لا يعني أنها ستظهر في كل يوم أو أن عندما نشعل القطن مثلا ليس بالضرورة أن القطن سيشتعل في الوقت نفسه هذا أيضا يتحدث عنه وبالتالي بالنتيجة هدم الفكرة السببية الإمام الغزالي في سبيل ماذا؟ في سبيل تدمير هذه الحقيقة أو هذه العلة السببية بسبيل أن يقول أن الإله موجود وأن الإله موجود في كل هو سبب هو النتيجة وهو مسبب الأسباب وأنه موجود والإله موجود في كل تفصيل من تفاصيل الحياة وكل تفصيل من تفاصيل الزمن هذا الهدف الرئيسي للسيد الغزالي وهذا بالنتيجة أسفر عن تدمير العلة السببية وبعد ذلك أسفر عن تدمير أي فكرة لبناء صرح علمي عقلاني في تاريخنا العربي الإسلامي الأمر نفسه بعد ذلك عندما أتى بيكون وزمن ديكارت وبدأوا يعتمدون المبدأ التجريبي والتجريبية واستمروا في هذه العملية إلى أنتا ديفيد هيوم وقال بأن الفلسفة التجريبية الإنجليزية قدما قال ليس بالضرورة هناك علاقة بين السبب والنتيجة وأثبت هذا بكثير من البراهين لكن كان هدفه ليس تأكيد وجود إله قدما هدفه كان فكري علمي صر أو عقلاني صر حتى أرجع الموضوع الغزالي كمثال لفيلسوفة مفكر يرى بأن الحقيقة ليست مسألة من المسائل الأساسية بالنسبة له أنا أرى بأن من أمثالي مثلا دائما يبحث عن يحاول أن يفهم كل شيء يجري يحشر أنفه في كل موضوع لكي يرضي فضوله ويعني حب الإطلاع لديه لكي يعرف حقائق الأمور وأسبابها ونتائجها ودوافحها وأصولها هذا السعي أعتقد نادر جدا كنت أظن أن الناس جميعا عدما تقنعه بشيء لن يفهم هذا الشيء لأنه لديه تصور مختلف لا الحقيقة أنه هو أصلا لا يفكر بالطريقة التي يفكر بها الشخص الباحث عن الحقيقة لأنه بالنهاية هو في أفق آخر تماما مجغول فيه وجزء نظام العقلي بأكمله هو في أفق آخر وعلينا أن نفهم هذه المسألة ونفصل بين أنواع الناس وأنواع الاهتمامات وأنواع المزاجات وأنواع الهياك العقلية أو الأسس العقلية في التفكير والتصرف والعمل أمر آخر مهم أحب أشير له بأنه عندما من يعتقد بأنه هو مثل قائل مثلا نيتشا مثلا عندما هو من أكثر الناس الذين يقولون بأن الحقيقة هي مجرد تأويل فكرة الحقيقة هي أسطورية وأنها هي نوع من أنواع التأويل لا أكثر ولا أقل والعبارة الإساسية حتى نكون أدق بالكلام الأبارة الإساسية لنيتشا هي ليس هناك حقائق بل تأويلات هذه العبارة هي طبعا أسست لي عدد كبير من فلاسفة مبادل حداثة أسستها على هذه الأبارة وهي مضمونة تقول بأن الحياة قائمة على فكرة نيتشا بأن الحياة لا تحتوي على أي قيم أو دلالات كاملة فيها بل نحن من يضيف أو يضفي عليها هذه القيم والدلالات هذه الفلسفة أو هذا التصور أو المنحة الفلسفي أحيانا يطلق على منطق البرسبكتفزم فهذا أو المنظوري أو المنظورية فهذه مضمونة شنو كل حقائق والمعارف هي مجرد وجهات نظر ولا يوجد فيها شيء مطلق المعارف الوحيد هو المعارف القوة بين شخص وآخر بين قوة بين منظور وآخر بين حقيقة وأخرى لا توجد حقائق مطلقة بالنهاية وهذا أشبب قانون الغاب القوي يفرض قانونه وبالتالي البشر كالحيوانات يستعملون منطق القوة الفكرة وين هي؟ أن هنا الحقيقة هي مجرد أوهام وأوهام اختلقها البشر هي مجموعة من الاستعارات والكنايات اللي تم نسيان أصلها ولم يعد أحد يعرف كيف تكون وتشكلت حتى نضرب مثال مثلا نقول مثلا هناك أحد عادة في حياتنا اليومية نقول لك أنا هذا الكلام صحيح بدليل أن النص الديني يقول كذا أو الفيلسوف الفلاني يقول كذا هي ليست مسألة مغارضة منطقية إنما مسألة أن هناك مرجعيات للحقائق التي هي بالحقيقة ليست أكثر من أوهام وافتراضات وتأسيسات وهمية أنا في رأيي أن السبب بهذا العملية يعود إلى حاجة إنسان للتثبيت وليس لأن هناك إرادة للقوة داخل الإنسان كما يقول نسأل حقيقة بالتالي هي حاجة إنسانية ليس لأنه يريد أن يكتشف الحقيقة إنما هو يريد أن يستقر ويتكأ أو يستند إلى شيء ويرجع إليه في كل حال من الأحوال وعلى أن يكون هذا الشيء وهذا الأمر ثابت ثباتا مطلقا وإلا أصبح الإنسان متشتتا أو جماعة البشرية عموما متشتتة ومتفرقة ولا تستطيع أن تجتمع على شيء مجرد جماعات سابحة في العماء بدون أي مرجعيات وبدون أي ثوابت وبدون أي قواعد راسخة للعمل والتفكير وأيضا للانطلاق من مكان إلى آخر أنت لا تستطيع أن تنطلق بأي مشروع إلا عندما تكون هناك نقطة الشروع النقطة الشروع هي التي تتيح لك أن تبدأ بمشروع فلا يوجد مشروع ينطلق من اللا مكان أو اللا تحديد فهذا يحتاج بالتالي ثابت والثابت هو الذي نسميه حقيقة أو مقدس أو حقيقة بالمعنى بالمعنى الفلسفي الفكري والواقعي وأيضا نسميه مقدس بالمعنى الديني الإيماني وعليه فعندما يقول شخص ما بأنني يعني هذا الكلام عندما يختص من اثنان أو ثلاثة ونعرف من شور المناظرات بين الفرقاء الدينيين وغير الدينيين أو السياسيين أو التوجهات الأديولوجية بشكل عام هؤلاء جميعا يقول لك نرجع لمبدأ متفق عليه في الحقيقة خلافهم قائم على مرجعية هذا المبدأ وكل واحد منهم متمسك بهذه المرجعية بالثابت الذي يعتقده صحيحا صحة مطلقة وكل منهما يرجع لهذا الرأي الذي يدعي بأنه قد ثبته شرعا وهو بنص الكتاب المقدس أو القرآن الكريم أو يعني النص الماركسي أو النص البوذي أو الحديث الصحيح لفلان أو اللان رأي بمعنى أو الهدف ماذا أنه طعم مرجعية شرعية ومشروعية مطلقة أو ما يسمى حقيقة لأمر ما ينطلق من خلال المتحجث وإلا فهو سيضيع ولا يقدم شيئا يمتلك هيكلا واثقا ودقيقا وواضحا يكشف للآخرين ملامحه وخصوصيته للوهلة الأولى دائما وعليه فأن هذه الشريعة أي شريعة دينية أو شريعة سياسية أو شريعة قانونية أو شريعة آيديولوجية هي ليست أكثر من تأويلات ضمن تأويلات كثيرة هذه التأويلات تنتصر على تأويلات أخرى وتجد لها واقع يساعدها على البقاء أو هي تحفر لها مكانا مهما وتحولها على قوانين عامة تفرض على الجميع وهذا أيضا يولد بعد ذلك تعصب لهذه القوانين لأن الناس بدأت تتعود عليها أولا والتالي لا تريد أن تشتت نفسها يوميا تتقلب آراءهم ومواقفهم فبالتالي لا يستطيعون تأسيس أي قضية وهم في جدال مستمر بدون أي نتيجة وبدون أي تطور بدون أي زحزحة لعملهم وواقعهم نحو خطوات متقدمة على الخطوة الأساسية التي انطلقوا منها أو الحقيقة الأساسية أو القناعة الأساسية التي لديهم وإلا بدون هذه القناعة الأساسية لا يمكن المقارنة وأيضا حتى المقابلة بين ما كنتنا عليه وما بطنا فيه أو وصلنا إليه فكيف تجري مقارنة بين في واقع الآن الآن مثلا كان عندي بدأت بعمل معين قبل أيام مثلا والآن وصل هذا العمل مثلا مشروعك بمقالة من هذه المقالة تمكنت من إنجاز خمسين بالمئة منها كيف أنجزتها الخمسين بالمئة؟ أنجزتها لأنني كانت هناك نقطة شروع لكن عندما لا تكون هناك نقطة شروع فإذا كنا عشرة أشخاص أو ألف شخص حاولنا أن نبني بيتاً أو مؤسسةً أو نؤلف كتاباً مشتركاً لابد أن ننطلق من نقطة انطلاق ولا لم تكن هناك نقطة انطلاق متفق عليها فيما بيننا لن نستطيع الاتفاق على عمل معينة ولن نستطيع أن نصل إلى نتيجة لأنها تتبدد ولن تمتلك هيكلاً خاصاً بها وسياقاً ونسقاً خاصاً بها وبالتالي لن يولد ما نسميه حقيقة أو وهم الحقيقة في الختام أقول بأن وهم الحقيقة هو بالحقيقة حقيقة الوهم فعندما أنا أفترض بأن الانسان الناس لا يرحبون بذكر الحقيقة فأنهم في الحقيقة ليسوا بواهمين إنما هي الحقيقة التي يفترضها من يتهمهم بأنهم يجافون الحقيقة أو لا يهتمون بها أو يهربون من مواجهتها في الحقيقة هما لا يرونها على أنها حقيقة إنما يرونها على أنها وهم بينما الذي يعتقد أن الحقيقة لديه وأنه يبحث عنها وأن الناس الآخرين لا يريدون التصديق بأوهامهم هذا أيضاً أمر معاكس إنما هو نفسه الذي يتوهم وجود هذه الحقيقة هو متوهم والناس أيضاً يتوهمون مثل ما هو متوهم وهذا دليل عندما أنت الآن تشوف إنسان مفكر ومجغول بالفكر والعلم وما إلى ذلك والبحث عن الحقيقة الناس تنظر إليه وبشفقة وتقول هذا إنسان ممسوس ولديه أحلام طويلة عريضة ويعيش في أوهام أوهام المعرفة أوهام الوصول إلى الحقيقة أو وصول إلى نتيجة فمن يتهم الذي يتهم الآخرين بالوهم هم أنفسهم يتهمونه بأنه وهم ولو كانوا هؤلاء أناس فعلاً من الناس البسطاء لكنهم دائماً ينظرون بعين الشفقة والعطف لمن يظنوا أنه باحث عرم رم عن الحقيقة شكراً جزيلاً وأسفل طالعاً ومع السلامة وأتمنى مشاركة الفيديو وضغط اللايك لأنه كما يبدو هذا المسألة الأساسية لكي يصير ريكمنديشن على الفيديو ولكي يصل إلى الأصدقاء المشتركين في القناة مع السلامة